أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير وأهلا بكل حضراتكم في جولة إخبارية جديدة في بداية اليوم الجديد لمتابعات أبرز وأهم الأخبار البداية من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية حيث وقتح للمواطنين استخراج الوفاق المختلفة من خلال الاتصالات الجماهيرية عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم هذا بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المخصرة 15-340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية و15-341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالة المرضية وأسر الشهداء هذا ويواصل القطاع الاستجابة لانتمسات الحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم وإفادة مأموريات لثلاثة عشر حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم نتحول إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تستمر في مد منافذ المجمعات الاستيلاكية وفروع الشركات التباعة للوزارة بمنتجات كحك العيد لطرحيها للمواطنين بأسعار مخفضة تتروح من 20% ل25% ويتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ويتم طرح الدقيق البخر بسعر 11 جنيه للكيلو هذا بجانب طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى وإلى وزارة الصحة والسكان والتي تؤكدوا أنه من الممكن إجراء التحليل الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال أي من المراكز والوحدات المخصصة ولا يشترط نفس مكان السكن مع الانتزام بضرورة استلام الشهادة من نفس المركز الذي تمت به التحليل وتبعت الوزارة أنه يمكن لأي من الطرفين التوجه لعمل التحليل بمفرده بدون الطرف الآخر وتكون موعيد العمل من التساع صباحا وحتى الواحدة دورا أيضاً أطلقت وزارة الصحة والسكان ثلاث قواثل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجاناً في التخصوصات الطبية المختلفة هذا وقالت الوزارة أن التخصوصات الطبية تشمل النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمض والأسنان والقلب والجندية بتأكيد كل هذا إضافة إلى خدمات الأشعة والتحليل هذا وأوضح دكتور حسيم عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الفدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من غير سطونا ختم هذه الجولة مع وزارة التربية والتعليم والتي تواصل الإستعداد لانتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقوها في الثاني عشر من يونيو المقبل وأعلنت لجنة النظام والمراقبة لانتحانات الثانوية العامة عشرين تلاتة وعشرين عن قبول طلبات الأعضاء الجدد للعمل في اللجنة لانتحانات الثانوية العامة هذا العام هذا كلام يومي الأحد والاثنين التاسع والعشر من إبريل في أدات قطاعات منها القاهرة وأسيوت والمنصورة والإسكندريات على أن تعقد الكنترولات المقابلات الشخصية لقبول الأعضاء الجدد يومي الأربعاء والخميس الحادي عشر والثاني عشر من إبريل الجديد اللي هنا تنتهي دي الجولة الإخبارية وكانت زي متابعة لأهم وأبرز الأخبار شكرا حضرتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا